السلام عليكم تحية طالبه لجميع طالبتنا العزاء سنكمل محاضرتنا اليوم عن التيومر أخذنا في المحاضرات السابقة الكنسر أو التيومر وعرفنا بأن التيومر هو أبنر من سيل ماست وصورنا سابقا بأن الخلية الطبيعية وعندها جينوم وعندها دي اناي والدي اناي هو المسيطر على الرسابترات الموجودة خارج الخلية هذه الرسابترات الموجودة خارج الخلية خلية الخلية تعيش داخل الأنسجة ومتعايشة وياها معاما مع الأكسترا سيليلر ماتركس حقيقة الكنترول فور أبنر من سيل هو الأكسترا سيليلر ماتركس جدا مهم وها تدخل في عملية الهيلين الأكسترا سيليل ماتركس هي يصير عادة لبريكنت وهذا اللبريكنت يمنع فراكتر الاحتكاك بين الخلية وكذلك في عملية الهيلين لما تجي الفيبرو بلاست اللي كل نسيج وكل أورغان الى الفيبرو بلاست خاص ينتجنا عن طريق تبدى هذا الفيبرو بلاست يصيرها الى ان تصل الى مكان معين وما يصير الى فقطنا اذا فقطنا ستصير عادنك وعركنا لما يصير عادنا لما عادنا ما يصير عادنا هذا الشيء وعرفنا المسببات التيومور قلنا يكون chemical substance قلنا مثلا في حالات المختبرات اللي نستخدمها بعض ال chemical substance اللي يكون فيسفور وإلى آخر قلنا اثيديوم برومايت هي كارسوجيني جدا خطر الجماعة البالجين اللي نحمل بيها وعندنا بعض ال physical وعندنا ال radiation اللي دائما اللي يشتغم في مجال الاكسرة والCT scan يكون جدا خمرين من هذه الاشعار اللي يسوني damage لل DNA حقيقتا هذا كل شون اللي يدي يصير احنا نقول هذا chemical ونكون physical ونكون radiological وكذا يكون بارا حقيقتا نحن عندك نورمال سيل النورمال سيل بعض الاحيان يصير بها هذا البلايجي مرات بعض الاحيان يصير adaptation تاخذ وضع اي اخرى لكنه ما يسفر يصير damage DNA يتحول الى metablajia metablajia يحول الى disablajia disablajia تحول الى enablajia inablajia كذلك يكون عدى damage بالDNA ما صار له عمليات الرباع فراح يسوي انه يكون infiltration فممكن لا تكون له metastasis هذه البروغرسيب DNA damage هذه الحالات اللي صارت من normal الى metastasis هذا البروغرسيب الى DNA damage هو الفيوتر ما تشنو انيو بلازمة اللي وشنو التيومر ويبدأ احياني يؤذن هذا السبب الى ال B53 جين هو هذا التيومر نكروسيز هذا البروغرسيز هذا جدا مهم اذا صار بأي mutation ما راح يسيطر انه على النمو فيصير اوبروغرسيب كذلك ال ABC gene هذا موجود بلكروموسوم 5Q هذا جدا مهم اي loss انه فقده هذا او mutation راح يكون عندنا التيومر ساعة عرفنا المسببات الكوزفت ايجنت عن هذا الهدف شريط قريدا لانه المراحل اللي يمر بيت تيومر وكذلك شنو فائدة الدايغنوستيك وليش هنا الدايغنوستيك جدا بالتيومر انه عرفنا بين المسببات ممكن يجينا فيرال وهذا يجي للخلية وغيرنا الديناي مع الخلية فتتحول الخلية من شكل الى شكل اخر بعض الخلايا صارت شكلها غير طبيعي يجي مسبب ثاني قد يكون المسبب الاول هو نفسه او غير سبب مو الضرورة هو نفس المسبب الاول تتحول الخلية من نورمال سيل الى أبنورمال سيل هي مراتيو بلازماتيك سيل دامج احنا في هذا الشكل حقيقة نكمل موضوع الباثولوجيكال الدايغنوستيك نيو بلازما بهذا الشكل اللي نخذ الدايغنوستيك أوب كانسر الدايغنوستيك أوب كانسر بعض النقاط المهمة والملاحبات اللي نتبلناه يقول ان هناك عدة طرق لتشخيص الكنسر مع مزايا جيدة في كل تقنية حتى تفهم السلطان بشكل جيد هذا واحد اثنية نمبر توت ذا رايز نمبر دايغنوستيك تولز ذات كان بي هالد ديكا ديكا ديكت كنسر هناك ارتفاع في عدد التشخيص التي يمكن ان تساعد في الكشف عن السلطان كانت ببداية الامر كانت نفحص فحصين الآن راح نشوف احنا عدة فحوصات راح نمر عليها من استوى ثلاجي من الفلوساتومتري من المايكرو ارضي من البيو ماركا الى الاخرية راح نشوف نعرف امور راح ناخدها عادة ان الديغنوستيكي هنا يجب ان يكون باطلوجست جدا مهم وكذلك انكولوجي يكون جدا خبير بالعمر بالامر الامر وكذلك بعض الاهيان اكسبرت يفتاج الى خبري وبعض الاحيان انها مست كانسر نيد تو اذا نسكن اوبنين بعض الاحيان نحتاج الى اخر فور دياغنوستيك جدا مهم انشخص الستيج والتاير قدنا هنا راح نكون الكلوبال دياغنوستيكي باثلاجي اهنا هذا اريد من عندكم جدا مهم كذب بعض الاحيان نكون نعرف بترماني انه حسب نيتر نيتر شنو طبيعته هذا منقنا بنايم عالة جدا مهم نعرف الناتر معاكة وكذلك ممكننا نكون القرائد والستيج الى هذه الحالة احتمالا على ذنية راح نضع ربورت ربورت يحتمد على الميكولار تشانج والبيو ماركة الميلي كونتين الباطالوجيكا الدايغنوستيك ربورت احنا نحتمد على ذنية ثلاثة احنا الميلي كونتين الباطالوجيكا الدايغنوستيك اي ربورت انت لازم نكون وير وي وات ذنية خليتهم استنتاجيات من خلال المحاضرة المحاضرة جدا متعوبة لها راح نشوفونها انت بهذا الشيء يعني هذه المحاضرة ما اخذكم من بحوث اخر شيء اذا ما توصل الى في الدايغنوستيك وبعض المعلومات اللي تخدمكم في مجال عملكم شون احنا نقول مثلا وير شون معناها الوير هنا يفتمل حسب الارغان او التشو انفلوض باي ذا ليجين جدا مهم يتضمن ان الواي اول شيء نقول وير ما هو هل هو اورغان او تشو اللي ذات انفلوض ليجين واي لماذا الواي عادة نحتمد على الموربولوجيكا الكيريستيليستيك على واحد ثنيا انفلواجيكا الفينوتايز ثلاثة نحتمد على الموكيلار تشين والبيو ماركر الواي ذات ذات كان بي دباند على النيترى نام وآخر شيء اللي نستخدمه والكامل ادنيا ادنيا ماني ماتود فر كانسر دياجنوستيك دباند على ذات راديولوجيكا سيطولوجيكا هستو رزنسكشن همتولوجي دياجنوستيك اميونوستيوكميستيلي اميونوستيوكميستيلي موليكا موليكا دياجنوستيك واتيومور ماركا ثقيقة الراديولوجيكا دياجنوستيك راح ناخذة اول واحد انيقلود الاكسرائي 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 الاعتراصونيغرافي السيتي سكان و الامرائي حقيقة ذنيا دائما احنا ذننا لكن ذنيا جدا مهمة ذلك هل يفيدنا في التشخيص المبكر واضافة الى ذلك نين انبيسيف ما يكون متهاجم تعرفون التول انبيسيف شون يكون عن طريق البديفلويد عن طريق الليمفاتيك عن طريق البلصبلاي عن طريق البلصب المنبرين الليمفاتيك هذا جيد للمثال كانسر حقيقة الاكسرائي هي الاكسرائي هي المثال المثال الاكسرائي الاكسرائي نرى بعد اجت السيتي سكان والامرائي جدا مهمة استخدامها لتحديث لتحديث من المثال و هنا لاحظوا الاترسونيغرافي في الحقيقة الاترسونيغرافي يحتمد هنا الفريقونسي مال 7.5 ميجا بايت عادة هاي الاكسرائي الاترسونيغرافي هو السونار هذا الفحص يتم عن طريق ارتداد موجهات صوتية وهذه الارتداد موجهات الصوتية تكون من الانسجة وبعد ذلك فد اكوميكاني فد خاصية بالاترسونيغرافي يحول هذه الارتدادات الموجهات الصوتية من الانسجة ويتم تحويلها الى هذا الصدر الى صورة هذا العادة وهنا نشوفه هنا عادة يستخدمونه في حالة البرغنانسي هنا هذا الفيتز يكون هاي الشيء السيتي سكان السيتي سكان السيتي سكان عادة يحتمل يحتوينا اللي هو عادة شيني معنى السيتي سكان وكمبرائز التومغرافي لهذا الشيء عادة السيتي سكان هو يكون اكثر السيتي سكان والاماراي يكون جدا مهم الاماراي هو الاماراي حقيقة الاماراي هو يطينا الاماراي حقيقة الاماراي جدا مهم يستخدم عادة شباب بالسوف تيشو باللارج بلاد بازول والميجور أورغان الاماراي احيه هسه يشوفه هذا جدا غالي اللي موجود السفالي في المستشفيات اللي موجود انه عادة جدا مهم يستخدمونه في ستران راوي السيسم والبراين نشوفوا ايه هذا الجهاز اللي يكون فتح آلي حقيقة آلية الجهاز جدا حلوه هذا بدأ بالثمانينات هذا الجهاز التسوير الاماراني الاراني المغناديسي اللي معروف أن التسوير بالراني المغناديسي هذه الجهاز حقيقة اضطور بالثمانينات و احد الثورة في مجال فحوص التصوير ليس بالشيء الي سهل هذا الجهاز حساس جدا السلسفتي عالي جدا إليه ويظهر بدقة تفاصيل صغيرة في تشريح جسم البشري فعاليته كبيرة جدا بشكل خاص في تصوير يحتمد بالأساس على تفاعل بين البروتنات هذه الآلية لطيفة جدا بس للإطلاع للجهاز حتى هذا يحتمد بالأساس على تفاعل بين البروتنات هال البروتنات هي موجودة عادة في أنسجة الجسم التي هي في الواقع آيونات هادروجينية مغناطيسية لها قوة خاصة شديدة القوة ولها مصدر للطاقة على شكل موجات راديون هذا الجهاز يشير أو ينثر هال البروتنات الهادروجين في الجسم في اتجاه المجال المغناطيسي لفترة قصيرة هذا الفحص عادة يأخذ من 30 دقيقة إلى 40 دقيقة أو إلى أنستيزيا خاصة أي تغيير أو تحرك يغيير هذا الفحص مرة أخرى جداً مزعج فيه فحص هذا الجهاز بعد هذا إنهاء هذه الإثارة يحدث هناك استرخال البروتنات مما يسبب في تحريم موجات الطاقة على شكل صدر التي ينقيسها بواسط هذا الجهاز وترجمها إلى صورة بصرية كما تلاحظون في هذا الجانب حقيقة راح ناخذ الساتولوجي في حالات الساتولوجي الحلوح فيها في المقرح فيها أنه نعتمد على الساتولوجي على الفاني الفاني هناك أكو طرق أخرى احنا فعلاً الاسبوريشن ساتولوجي يستخدم يكون عادة ديراكت ومرات إيماجين جايد اللي هنا يستخدمون عادة يشوفون التومور في أكو حالات نستخدم عدها فاني الاسبوريشن راح ناخذها احنا هذا الشي حال ناخذ حالات التائرائي حالات اللبنود ناخذ في بعض الأحيان برعمر التومور وأدنى بعض السلة السلة اللي هذا اللي يصير لكن احنا عدنا عادة الفاني الاسبوريشن راح ناخذ الى حد خاصية وكفر انديكيشن جداً مهمة اللي الفاني الاسبوريشن عادة نستخدمه في حالات اللبنود نوديو التومور البريس كانسر السليف رقلان التومور وحتى في حالة الثاري احنا النيدل جيج ماركة 22 إلى 23 نستخدمه وشرط ناخذ من انتحال الفلويد يكون من 5 إلى 10 سيسيات هذا بالبداية بداية الامر عندما هنا كان الاسبوريشن سيتولوجي جداً مهم اللي يكون جيد بارتكال اللي يكون بروفشنال لهذه التكنيك اللي هو الفيزيشن الطبيب يجب اول حالات الافت البرنسيبل اول شي يكون بولبيشن يتحسس جداً مهم لأن البولبيشن احنا عدنا شين يقلنا abnormal mast سير اذا هو شين overgrowth اذا في حالة normal سير التشير الطبيعي يكون فد الى خاصية بالبربريشن اللي بالفحص الميزة عن abnormal و الماست عادة الماست تكون هارد فجداً مهم يكون لدي لغياس هذا الشيء واحد اول شي بربريشن اثنين نسوي الاسبيريشن احنا نلاحظ اول شي نسوي بداية شي اكيد لازم نسوي استيرايل antiseptic لابتدرون انه بعض الاحيان ولو هي ما راح نكون سيتولاجي ما راح تعيغن الارية اذا كانت بكتري او نعمل الوضع او ميوكس سير لكن للأفضل للشغل البرفكت اسوي antiseptic واسوي بالباشن احدد المنطقة اللي راح اسوي منوتها اسباريشن بعد ذلك اسوي سمير بربريشن هذا الاسلايت جدا مهم بعد ذلك اسوي الفكسيشن والستاني اللي اخذناهم بالعمل بالكورس الاول الفكسيشن والستاني بعد ذلك ابحص بمن بالمايكرو سكور الهيماتو الهيستولاجي عادة الهيستولاجي اكثر شي يحتمد على الكروس ويحتمد تبين تبين عن الكروس المقروس هو راح كوين study of the disease tissue ويحتمد على البيوليبسي والأوتوبسي مثل المتعفون البيوليبسي هو الموض of the tissue from living body for diagnosis واما الأوتوبسي هو الموض of the tissue from that body to find B بعض الأحيان نستخدم حسب المنطقة إذا كانت هي تكون defect فيها عالية جدا نستخدم ال endoscope وكذا عليك الميض البيوليبسي وإلى أمور أطراح وبعض الهناك ماطقة جدا صعبة نستخدم ال endoscope وبعض الأحيان نستخدم surgical biopsy إحنا إنه inciginary وال inciginary عادة هو ناخذ هو يكون entity يعني بالكامل والأكسجيني يكون عادة هو perfect يكون فقط portion أو ودي of the cancer عادة نستخدم هذا اللي يستخدمون بعض الأحيان الأبر قصر التستان اندوسكو حسب الدف المعنط لأنه كو يعني أماكن عميقة جدا نستخدم biopsy لها الخاصة حقيقة الهيماتولاجي diagnostics عادة الهيماتولاجي diagnostics جدا مهم نحتمد عليها أكثر شيء الهيماتولاجي diagnostics هو نستخدم في حالة اللوكيميا تدرون أنت في اللوكيميا هو abnormal increase total leucrocyde and lymphrocyde تعرفون لك الليكrocyde عادة النormal تكون من مثلا عادة يتكون الهيماتولاجي الهيماتولاجي جمالتها من 3,000 إلى 10,000 حتى 11,000 تكون نوما صغير لكن أنت تلقي 66,000 أو 25,000 هذا الهيماتولاجي هذا increase total الهيماتولاجي هذا المباشرة تم تبطي إنت low keemias وعدكم الليكوسايد الليكوسايد عادة عادة جمالتها من 20 إلى 50 لكن نو تلقي 77 جدا عالية يعتمد على الكيمواتولاجي بعدين هم نرجع نستخدم الهيماتولاجي دائما ستكون يعتمد على هذا الشيء من الهيماتولاجي كذلك نحن نعتمد بعض الأحيان لدينا إلى شغلات مهمة جدا نكون قدها جدا عالية الـ RBC في الـ RBC نورمال معلدها عادة بعض الأحيان تكون نورمال عليها يعني هي نورمال من 3 إلى 5 ثارات وتكون هي مضاة 5 من 3 إلى 5 ثلاث تقريبا 5 أو 5 تكون نورمال بعض الأحيان بالدياقناستيك يكون عدنا نورمال سيتك جدا مهم إذا تبقي نورمال سيتك أو نورمال سيتك سياد تبقيه بعض الأحيان موجودة الـ أميونو هستوك أميونو هستوك هستري حقيقة أميونو هستوك هستري هذا يعتبر أميونو هستوك هستري البرونسو يشبه الإلازة اللي ما أخذينه بس الارنجا الاراجين خاص بي اللي هو عادة يكون هذا الاراجين البروكسايد اللي البروكسايد اللي نستخدمه أو بعض الراحيان السيتو الثوريسين هذا خاص بي الاراجين خاص بي المونو هستوك هستري أميونو من اسم أنيونو هستو يعني نسيجي ويكون كيميستري كيميين عادة هذا يستخدمونه هو تشخيصي 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 هذا اللي يستخدم هذا الشيء وعبعض حتى يطلعون السب تايب هذا جدا مهم حقيقة نستخدم أكثر شيء المونو هستوك هستري بي من براست كانسر جدا مهم المونو هستوك هستري 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 عادة يسعون إفالواشن يقدرون الهرمونات ريسبتر للإستروجين والبورجسترون ريسبتر أضافة يحتمدون على الأجئي RT إكسوبراشن هذا جدا مهم حقيقة الربونسوبولمال الأمينو هستوك هستري يحتمد على الأنتجين أو الغروتين إكسوبراشن فاكسب على التشو سكشن أنا رح أراهيكم هنا هاي الصورة هاي الصورة أخذتها من بحث يضطيني هو يحتمد على الأنتجين and the anti-gene أو الروتين الأنتجين أو الروتين هذا يستطيع إكسوبراشن وضيمن على التشو سكشن بعد ذلك نستخدم specific antibody هذا الانتجين هذا الانتجين اللي that is specific for antigen or الروتين هنان راح يسر شنو هو a production reaction هذا reaction اللي anti-gene anti-gene ال anti-gene anti-gene راح يسطيني catalyzed enzyme ويحتاج الى secondary enzyme هذا راح يطيني color هذا production reaction يطيني color عادة هاي substance اللي color تطيني هي fluorescence هذا أكثر شي يستخدم immunohistochemistry باللوكيميا وال lymphoma هنان نشوف هذا من جامعة liverpool هاي المستشفى حاليا اللي يستخدمونها هو هذا حاليا يستخدم immunohistochemistry لل esterogine receptor positive هاي هنان شوف هنا حاليا هذا تشو section اكو anti-gene وعدي عني anti-body specific لهذا الشيء صار reaction يطيني aflorescent الف اكو اكو positive control وانت راح سوف comparative ويا control عندك و positive لهذا الشيء هذا شوف هنا الوان هذا شغلة حواليا تقريبا الكتب مليون ونصف شغلة جدا حلو لطيف اشتغلت في دراستي في master حقيقة جزء لاي من عنده كان immunohistochemistry لهذا الشيء اللي نستخدمه هسا راح ناخد الموليكولر الموليكولر حقيقة بشكل دقيق احنا راح نستخدم الموليكولر الموليكولر Diagnostic الموليكولر Diagnostic حقيقة الموليكولر Diagnostic هسا كل احنا نهتمل عن لأنه مكلف وجدا عامي. حقيقة الموكولر دياجنوستيك عادة ايبا. هذا الاس ايبا. لأنه جدا مهم عدنا شيء. عدنا بالموكل عدنا ديفرسيتي ايبا. جدا مهم. هذا الديبراسيتي ايبا. عدنا موجود بالمالكينسي. حقيقة عدنا ببروجيك كامل للموليكير دياجنوستيك للكانسر ايبا تيومر. عدنا كومبوليت. يعني عدنا كومبوليت تيومر بروفايل. للتيومر عدنا بروفايل كاملة. عدنا نورمال هومن سيقونسي كامل. عدنا بيتامر. جين مال بالنسي بياي. وبأوروبا وكذلك موجود في اليابان وكذلك موجود في كوريا حقيقة. حافظة بهذا الكمبوليت تيومر بروفايل. نحتمل على هذا الشيء. كذلك عدنا ما ريد نشتغل بروجكت. عدنا نسوق بعض الاحيان جين تيرابي. بالبداية عدنا النورمال. بعد ذلك عدنا ندفك تيومر كانت بناين او المنقنة احتمادا على سيقونسي كمالته. هذا واحد. النقل الثاني. اذي نستخدم جين تيرابي. بعد ذلك نحللها تحتاج الى شغل عالي جدا. وبعض الاحيان بعض الاتيومرات تحاولوا على جواب الكاس 9. حقيقة نكراسبر كاس 9 اللي ان شاء الله سأسوي ورشوف عمل عليه جدا قليلا. عموما نحنا نكون. ألخص لك مهم بجدا ببساطة. سأرجع له. الموليكولر دايغنوستيك ينحتمد على بعض الاحيان الموليكولر. الموليكولر اللي يجلنا احنا. موليكولر ماركة. بنيوبلاستيك تشو اسامبل. كان بييوز. عدتين يكون. بروفايد. 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 دايغنوستيك للموليكولر. يكون. بروفايد. تيكوريسي دااغنسيس. وكذلك. وكذلك. بريديكيشن يتمفأي. بالرسول. كذلك كستجابة لك. ما كستجابة. اضافة إلى اضافة أذن بعض الاحيان على الريزيستنس. على الريزيستنس أو التنسيسي التئلم للثيرابي. حقيقة للمهيفاء ماركة رفايد بلبيبر وياتر جين او بالدياناين او بالضافة العجيب. أي ميوتاشن بالدني راح يكون عندنا؟ ببساطة لكم الميوتاشن بالدني شي ضمن عندنا؟ إنكلوه حادثا يصير الرجمات هذا عادة هيكلتا أو عادة ترتيب الرجمات يكون عادة وأما يكون علاقة للدني، وأما يكون العادة مع الطرفين و أما يكون عادة وجد pins هذا مهم جدا. هناك بعض الحوصات أخرى لنأخذها الحلوة الحلوة ما ذاكرها وما ذاكرها ما ذاكرها لكم اللي هو الساتوجينيك حكي ببساطة هو الساتوجينيك بروسيجر مستخدمة جدا هسا حاليا المشروع العراقي حاليا في بغداد قاعد يستخدمون الساتوجينيك بروسيجر بعض الأحيان أنت هو الطفل صغير ما خل من عنده عينه ومكان أغناء بريديكيشن إذا هم تنبأ أو كأولا الساتوجينيك بروسيجر هذا يهتمد على استديل كروموسوم الدشو سامبل ناخذ من عنده ناخذ من عنده اشو سامبل الكروموسوم نشوفه الـ aim of the study أو aim of the diagnostic الغرض من عنده هو identify any chromosome change معرفة أي تغيير بالكروموسوم that are specialized now cancer type حقيقة هسا بعض الأحيان نستخدم الPCR الPCR نستخدمه هو polymer change reaction language نستخدم عادة نستخدم real time وكذلك في real time نستخدم الpointative technique نقدر هذا الشيء نسوينا أنه ذات prompt amplification and analysis of the target DNA region in the tumor sample حالي تومر سامبل أشوف الـ target DNA region مالتها أسوي لـ analysis وكذلك جدا مهمة analysis of the target DNA region in the tumor sample حاليا أفضل طريقة بالـ genetic وصورة عامة هي أنا جدا أحبب استخدامها هي الـ microarray الـ microarray analysis هي equipment هي أذات وميجر لقياز exceptional level جدا مهمة لا جمبر of the gene عادة الـ microarray analysis هي يشيكلنا مئة جين بعان واحد يضطي هو هناك جين يضطي فلوريسانته عادة فلوريسانته هي الـ red والـ green الـ green عادة هي تكون normal يعني أنه طبيعي هذا الجين بس الـ red يضطي هو عادة الـ tumor cell من الأمور اللي راح ناخدها tumor marker ثقيقة بمستشفى الصدر ومستشفيات الآن يستخدمون biomarker هنا الـ biomarker بعض الأحيان بعض الأحيان ألفت sensitivity وبعض الأحيان ألفت خاصية specificity بعض الأحيان يكون شاهدتان بعض الناس عادتهم biomarker الطاني positive لكن في حقيقة راح تدئ اختبارات أخرى الطاني كاتب في حقيقة هو قسم لا الطاني جيد biomarker اللي حسب شغل اللي اشترته في مستشفى الصدر الـ biomarker هننفهمه شين هي أصلا أو المتوبر marker هننفهمه حقيقته الـ biomarker هو بروتين بعض البروتينات biomarker وهو هي بروتينات عادة تبحرار من cancer سيل وهي يكون احنا هذا شخص أو زيادتها بالسيروم يطين سكرين يعني بعض الأحيان يطين التوفر من بعض الأحيان بير مغامة السيل علامة رومان اتخل بقض الأحيان هنان بيوماركر هن نستخدمهن هس هاي السورة مفرود تجي إلي هنا أنا أنا جدا آسف هاي الألفة هذا عن طريق الألفة الالفافيتا بروتين. الالفافيتا بروتين هذا هو التابق لكو بروتين إذن كنت نشي نبعه ماركة من بروتينات. وعادة هاي ريليزه فروم تتحرم الكانسر سيل. هذا البروتين عادة يطيني انديكيشن إلى أنه لبر ديزيز. هذا الشيء اللي موجود بالاسبوع. وبعض الأحيان حتى يطينيه في حالة إنه التستيز كانسر وبعض الأحيان كني كن يوزه هو حسب الاستيج معرفة. نشوفها استيج واصل. وبعضها نكون موني كريم. يعني أنه أكثر شي نستخدم هذا الشيء إحنا هو الهيومون كوريوني جونودو تروبين. حقيقة هذك لكو بروتين هذا يطيني الدايجنستيك إذا لبرغنانسي. لكنه في بعض الأحيان إذا نسبت عالي جدا يطيني انديكيشن إنه أوبر كانسر جاستيس لفورستوميك بنكيلياس والان. بعض الأحيان احنا نستخدم سي اي مئة وخمسة وعشرين هذا أوبرين كانسر. ونستخدم سي اي تسعة عشرة تسعة كانسر بالكولون واليستيز. وهو البيلدكت. هذا الشيء. إحنا نستشاهدين الماركرات اللي يحاولين يستخدمين. هذا الالفافيتا بروكين لنا في حالة هذا. بس تشوفوا نقول إذا اللور ديزيز. هذا الماركر هو الالفافيتا بروكين. وهنا نكون أدنى الأي سياجين هنا في حالة هذا يكون مئة وخمسة وعشرين وهنا تسعة عشرة. إذا فرنك بيناتهم لن يكون هذا الشيء. حقيقة هسا أخذنا وخمسة 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 وخمسة. وين رأي نصل؟. نحن الخلاصة ما لدينا جدا. خلاصة ما لدينا جدا. هو هذا. أنا حاول أن ترتب التمير هالصورة هذا الشيء. أنت دكتورة خلت من الدايجنوستيك. شو هل الهدف ما لديك؟ شباب. التمير يعتمد علاجه على الستيج الواصل به. هل هو يكون أرلي أو يكون بالميديوم أو يكون بالأدبانس. واصل مرحلة جدا. وهذا كلما يكون أرلي كلما يكون أرلي دياجنوستيك يكون جيد للتريتمت. حقيقا. جدا مهم التشخيص المبكر. لذلك بعض المنظمات العالمية حتى في أن هناك بعض كليات الطب أكوي ومعالمي. وهو في حالة أنه نخاف من البرست كانسر. جدا مهم نخاف من البرست كانسر. لذلك نشوف بعض كل سنة هناك توعي لكثير من الناس. وكذلك المراجعات على طول أفضل لأنهم بالبداية نقدر نعاجه. وهي صحة للناس خطيعتها برست كانسر. ومن تلقي تشخيصه متأخر. راح سيرجري يشيل لنا هذا البرست. وبعض الأحيان يكون عندهم ما تستسس. ويروح على البرست ويروح على مناطب أخرى. وحنا طرحنا هذا السؤال. هل كل تيومور سير متأستس يروح عندي مكان أخرى. يسأوين كانسر. وبقى عليكم هذا جابب. إذن. يطينا. جدا مهم الاعتمد على الاكويات. جدا مهم. وإللي دياغنوستيك وإنفلت. كustomيز تريتمات. وإذنك أكثر من القطار. جدا مهمة لانعتمد على الاقبار. شكرا